تسلمت وزيرة الصحة خطابة شكراً من منظمة الصحة العالمية أثنت فيه المنظمة على جهود مملكة البحرين الداعمة لدورها في مواجهة جائحة كورونا وكذلك العمل الدؤوب الذي تقوم به الحكومة من أجل تعزيز المنظومة الصحية والعلاجية للحد من انتشار الفيروس بأسرع وقت ممكن جاءت رسالة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس إدهانوم جيبريسيوس في وقت يكافح فيه العالم لاحتواء جائحة فيروس كورونا وسط تفاوت في مقدرة الدول على المجابهة وتمايز في مستويات الاستجابة الوطنية والعالمية لمكافحة تداعيات الوباء وبينما فرضته الجائحة على دول العالم تبرز مملكة البحرين كنموذج ينال مزيدا من الإشادة بجهوده ويكسب الكثير من الإشادة لما وصلت إليه المملكة في مواجهة الفيروس من حيث اتخاذ التدابير الوقائية الفعالة للحد من هذه الجائحة وتضامنها مع باقي الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية باتخاذ الإجراءات الشاملة لتوحيد الجهود لسرعة إيجاد العلاج اللازم منظمة الصحة العالمية أشادت بتبني البحرين النهج المتكامل في الاستجابة للجائحة الذي كان له دور مركزي عبر اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والسياسات بشكل استباقي وبالغ الأثر في إبطاء وتيرة انتشار الفيروس وكذلك اتصالها الوثيق والتنسيق المستمر مع المنظمة لمتابعة المستجدات ومراحل تطور الفيروس وتنفيذها كذلك لقراراتها في هذا الشأن وأكدت المنظمة على استمرار دعمها لخطوات مملكة البحرين للتصدي لمختلف الأوبئة وخصوصا جائحة كوفيد-19 والوقوف معها لتحقيق أولوياتها الصحية ترجمة نانسي قنقر